زينك هنرجع نكمل للكلام ده بس معايا طبعا حج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حج عامر كل سنة حدك طيب ودائما بتنورني هنا في الاهل الله يخليه كابتين حميد ودائما موفق كده ان شاء الله وغريك لك على البرنامج الجميل بتاعك ربنا يخليك يا رب معايا كابتين شام زكريا اه طبعا اه بتعلم عليه طبعا ما صبرش على نفس شوية لسه لسه بتتنكلم والله طبعا انا في الداية في الموسم بلعب كرة جميلة جدا من حقيقة وكانت من الموبرات المشوكة جدا انهم ده هو ما صبرش شوية يعني كان عادي بقى عنده طولت بال شوية خطة الخير يا كابتين عامر خطة الخير حج عامر دخلنا في موضوع كبير جدا تنظيم او طلب تنظيم مصر لصدافة كأس امم أرفرخي 2019 اكيد هيبقى ليها مردود ايجابي علينا في كل المناحية كنت لسه بتكلم مع المهندس احمد مجاهد لكن طبعا اكلم حضرتك في الناحية التنظيمية عندك حاجة كثير جدا حج عامر مش عارف هتعمل فيها ايه طبعا هو الموسم ده يعني التحدي الافريقي الموسم السسنائي ام فطرع السسنائي اكتر شوية السسنائي السسنائي اكتر من السسنائي طبعا عارف هتعمل شفت النادي الاهلي اه حيلعب هقولي من 65 مباراة في الموسم ام وتلطير في موسم واحد ام بطولة بتبتدي قبل ما تنتهي القديمة بطولة تكون فدرالية الزبط اه منتخب الوطني عامر خمس لفاقات رسمية عندنا البطولة العربية وعندنا بطولة امم افريكا الاول مرة اعمل في السير وكل ده تعمل في موسم واحد طبعا كانش فيه تنظيم جايد الحقيقة من التحدي الافريكي كان النازم من الحاجات السسنائية ما تبقاش موسم واحد نعمل على مرحلتين عندما على الكلين احنا قلنا ان ده برضو موسم السسنائي محلي ان الامور احنا شرحناها في كل الاندية قبل بداية الموسم في الثمنتاشر نادي وشرحت لهم كل المواجلات اللي حتحصلوا وانا لهم من الاندية ممكن حتوصل لخمسة ستين مباراة حصوصا النادي الاهل والمصري اللي هم مكملين في الموسم الماضي وشرحت لهم كل الظروف اللي احنا بتقابلنا دلوقتي فالأمور ديات بالنسبة لي عادية لما لجد طبعا مثل امم افريقيا ان احنا كان الاتحاد رفض ان هو يقدم طلب اللي كانت مرشح لها المغرب فما رضاش بسكتن هانين هو اي نفس الدولة زي المغرب بالزبط اه بالزبط بالزبط انما طبعا لما حصل الجديد والمغرب مش هتتقدم طبعا اكيد الاتحاد الافريقي مش هلاقي الدولة عندها امكانيات زي مصر بسطن ان ده اول مرة باربعة وعشرين دولة فالنعداد كبير جدا انما احنا عندنا من الملعب ومن التوازر ان احنا نقدر بننظم البطولة زيات بشيء من التنظيم الداخلي علشان الملاعب اللي يقدر نسكن الملاعب اللي عليها مبارات الدولي المحلي قبل البطولة بفترة ان احنا نعمل سيانة للملاعب اللي هيتلعب عليها المبارات الرسمية بسطوة ان احنا عندنا ملاعب مغفولة لازم يتفتح للسادة القاهرة والقلال الحربية لان نتلعبش عليه الدفاع الجوي نجي واحد اللي برمز وعملوه على اعلى مستوى الحقيقة جاهز انما احنا نلعب الدوري اطلقت كله على استاد السلام واستاد بيتروسبورك عندنا ثلاث ملاعب ثلاث استادات استاد بجيش برج العراب استاد سكندرية واستاد حرف الفلود وبالتالي ممكن مباراة القاندية لتلعب استندرية سبع على الاستاد من ثلاثة اللي هو مشاب عليهم من المغارعة عندنا في السويس عندنا ملاعبين كويسي جدا وفي السمع اللي عندنا ملعب ممكن يتوضى بيبقى كويسي جدا اي القانسي جدا عندنا من الملعب موجودة والاهم ان احنا عندنا الكوادر ان الكابتن عين اللي كان رئيس اللجنة العليا بتاعنا في الامم افريقيا في 2006 وخاص العالم للشباب 2009 اه طبعا حافظ خلاص الموضوع التنظيم دوت وعارف الكوادر كلها اللي ممكن في الوقت دي دوت ننجح البطولة احنا لما منكون عايزين نعمل حاجة بنعملها يا حاج عامر والله احنا لما منكون عايزين نعمل بنعمل في الحطة بتاعته بس بالزبط بالزبط احنا لتقفرن بشغله احنا نعمل احسن حاجة ان ربنا ما دينا كل الامكانات الحقيقة والله فعلا الجو والخير وكل حاجة الحقيقة لما الامور احنا بنقعد نحارب نفسنا ونضيع وقت فالامور دي هاي دي اللي بتعطرنا بس شوية والله يا حاج عامر يا كلامك احنا اتكلمنا فيه بس مين بيسمع بقى فعلا لو كل واحد يعني اختص بنحية معه انا هتلاقي الدنيا ماشية كويس جدا وانا متأكد زي ما بيكلم حضرك كده ان المصريين عموما بيحبوا اعملوا حاجة بيعملوها لكن ما تفهمش فيه حاجة كده مفقودة حاجة عامر طب هتعمل ايه في الدوري هتعمل ايه في افريقيا هتعمل ايه في الموضوع الجمهور مواضيع كتير جدا هتبقى يعني هتشغلك طبعا عندنا مشاكل كتير فقط في المبارات اللي فيها الاندية عندنا الاندية المصرية لسه الامور مش طبعية طبعا طبعا ايه في المبارات المصري والدحلية عدنا يومين اتصالات وتلف الناس وفتحنا فتب هيئة القناة عشان نقدر نلعب المباراة اللي بيعمل سيان الملعف طبعا ست ايام والناحية التانية عندنا لسه مباراة لان كان محاسة دلوقتي عندنا مباراة مشكلة كبيرة نادي الزمالك في بطولة افريقيا ان البطولة المباراة كانت مفروض في القاهرة وبعدين يوم الاربعة اتنائلت امنيا اتنائلت في استندرية والاتحاد الافريقيا بعت المهاردة رفض انها تتعمل في استندرية لان نادي الزمالك او اتحاد الكورة او الامن بعت متأخر ناقل المباراة والنادي الثاني مش موافق الاتشادي النادي الاتشادي اللي مش موافق اه فريقا هيدعب النادي الزمالك اه ما نعارف له القطن اه اه بعت ان احنا تأخرنا في الوقت ان نختار تغيير الملعف فاختاروا برج العرب اه طبعا ان احنا دوقتي في مأذك التذاكر المطبوعة والدعاوي ويحكونا في اجتمع الامن ومفيش قرار دولتي محدش قادر يحدد المباراة فيه طب التذاكرت ختمت ع اسكندرية ومن فدريت امن اسكندرية ومن الشباب برياضة بسكندرية والفريت الزمالك موجودة بسكندرية والفريت التانية مش عايزة تيجي اسكندرية قاعدة في القاهرة التحدي الافريكي يرافض المباراة طبعا لاني لازم الكافي الوافع او تطلب طلبات معينة لازم حد يلبها لها يعني خمس المباراة السابت اكيد اكيد طبعا المشاكل التانية انا بحط المقابة المؤجلات واحدة ده شفت اللغة تابديه اللي حصل في الفترة اللي فاتت المؤجلات وانا بعملها عشان خاطر النادي الاهلي والمباراة الدعيفة والمباراة القوية وطلع كل الكلام ده طبعا كلام واهمي وجبت لهم امثلة في 2016 لما الزمالك وصل النهائي يا حج عامر انت لسه بتصدق يا حج عامر والله يا كتن حميز يعني الاسف كباز ايه يعني الناس عب بيتزايد على النادي بتاعه وعلى جمهورها ما فيش مسؤول من نادي الزمالك او نادي بيرن طلع يشتكى من اي حاجة من دي يعني ما فيش مسؤول طلع يقولك لا اه ده غلط او ده احنا ظلمنا فتلاقي الناس ده هي عايزة بقى تاخد او فاكرة ان الجمهور الزمالك يعني حيبقى معجب بيها جدا فيطلع يقول حاجات غريبة جدا او ارتمهم حاجة واحدة يقارنوا بين 2016 و2018 في 2016 زمالك فصل النهائي نفس بضع النادي الاهلي سوف البطولة دي زي بدأت امتى بشهر ايه وزي بدأت شهر ايه سوف التراج التونسي اللي بيتكارنوا بيه البطولة عندهم بدأت شهر ايه طبيعيا بالمؤدلات تلاتة بالزبط يعني امور مختلفة كتيرة جدا قال ان clock احنا امديلا اتناشط النادي يلعبوا في الكاهرة وده امرة مصرم embora احنا عايزين يناس امستشي مثل اهلي انت الاهلي هيعاني من كتر الاموادجات بعدك. ده وفعلاً الاهلي بيعاني الوقت. اي تأكيد بيفقدر على اللي بيتأجر المضاريات. لان ده ضغط غير طبيعي. ضغط آآ آآ بدني وضغط آآ عصبي. خبتنشان طبعا عارف الكلام ده كله. هكيد احنا كنا بنتكلم انا وكابتنشان قبل ما حدارك تدخل معنا. معلش حاجة انت عارف الموضوع ده عارف يعني رخم قوي ومن زمان قوي. هكيد حركة تحولت بالضغط ضغط كبير جدا. ضغط كبير جدا. اكيد. اكيد. احنا بنسمع الكلام ده بنجهد احنا والله احنا في الاستوديو اصلا الله يكون فعان اللعيبة والله يكون فعان الجهاز الفني من من كتر الضغطات. انا مش عايز تطور عليك حاجة عامر لكن لو حضرك تقولي الاهلي والزمالك المواجل ده ممكن تلعبه امتى? آآ السوبر من الاهلي والزمالك ممكن يتلعب امتى? ولا لسه مش هتطورهم السلطة. احنا بقول لحضارك انا مالي طرح مع المباركة من اربع اخمس ديام طول الليل عمال عشان اوفر يوم وهنا اوفر يوم. هتلاقي في الجادة اللي هو طرح اللي فيه مباراتين انا مقدمهم عن معادهم. بالزبط. عشان افضي لفرقتين. بالزبط. هيلعبوا فرع من المشاركة الافريكية. عن ده مشاركات افريكية معجيات جديدة. عشان افضيها في المعاد اللي يناسب الفرع المشاركة الافريكية. ده انت بتلعب شطرانجة حج عامر ولا العظيم؟ ده شطرانجة. اه. فانا الساعة واحدة ونص الدور انا جيت اعلن الجدول. فانا كنت حاصلت مباركة الزمالك كل اهلي. في وقت مناسب جدا للاتنين. اللي هو بعد طول افريكا عندهم 18 او 19. فالزمالك ممكن ان عم يتأخرا من اهلي يوم. قلت العب 25. يوم اه اه قطلة ويوم عيد ويوم مناسب يوم جمعة. اه بيبقى الامن بيبقى مرتاح اكتر في يستجوش الجيش بورج العرب. يقفل الطريق. ميبقى شفيش ركات طرعة. انما طبعا لازم زاقة من اللي هو صرت من الناحية الامنية. انه يوم 25 بيبقى فيه احتفالات. فبالتالي طبعا اه ما اضارش لعب المباراة يوم 24. قدمه يوم. وما اضارش عمله 26. لانه 24 ممكن ازا مالك يجي متأخر. لانه هيلعب الماتش التاني بقى في الوقت دوت. فيوم 26 الان عنده مباراة 28 عشان عنده ارتباط بعد كده. فما اضارش لعبه 26 و28. فاضطريت ان انا عام اليوم 24 المقصة والاهلي. اه 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 ازا مالك وبيريبز في يوم واحد. لعبت الاربع اندية اللي بيلعبه في افريقيا في يوم واحد اللي هو يوم 24 اللي ده الوحيد المناسب بالنسبة لهم. جيت احط مباراة المقصة والاهلي. ما اخطت عمل في السويس. لقيت مباراة بترشدته الاسماعيلي. هي في اليوم ده في السويس. تمتخذلك. مباراةين. فروح توديتهم على استاذ الجيش ببرج العرق. يعني فيها حاجات ظروف كثيرة. عندنا اعياد اه سهر اتنواشر. اربع وعشر وخمسة وعشر ما نلعبش فيها. في شهر يناير يوم ستة ويوم سبعة. ما نلعبش في الاتنين دولار. يوم واحد وثلاثين اتنواشر ما نلعبش فيه. فعندنا ظروف وايام. والله حاجة عامر انت صعبان علي. والله انت صعبان علي. انا مش عارف اقولك ايه. ده ما نلعبش ده قبل ده وما ده مش بعد دوته. وحاجات كله ده دوري الناس كلها هتلاعب بعض. والدور احنا عودنا ان في الاخر الاقوى هو اللي بيفصل الدوري. ده مش كاسك رجل مغلوب ولا ماتش وحتاكل وتمشي. اكيد ده حاجة اكيد. انا 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 والله مشفك عليك جدا وربنا معاك وربنا يعني كون في عونك وان شاء الله ربنا معاك انت تحط جدول كويس وتبقى قد المسئولية اللي لسه كمان استطافت كاس امام افريقيا كحاجة عامر حسين شكرا جدا لحضرتك على هذا المجهود.